اتحاد الدولي للسلاح طيب قبل ما اروح للخبر ده خلينا اروح للخبر قبله خبر يخصي كمان النادي الاهلي معلش ارجع بالراجع قبل ما اروح للخبر السلاح خلينا نتكلم عن الكاراتين تعرفين نادي الاهلي وعد انه هيروح لكل محبينه كل محبينه في محافظات مصر طبعا يعني تنفيزا لوعده ده النهاردة يتم افتتاح اكاديمية للكاراتين في مدينة السويس طبعا اكاديمية النادي الاهلي في الكاراتين اكاديمية كبيرة خرجت ابطال عالم منهم دكتور مهند مجدى عدو مجنس ادارة جيانا فاروق اللعبة الاولمبية صاحبة المدالية البرونزية في اولمبياد توكيو وغيره وغيره لعبات ولعبين كبار دي صور طبعا من النهاردة تتشين وافتتاح الاكاديمية وحضرها طبعا الكابتن محمد حسن مدير جهاز الكاراتين في النادي الاهلي طبعا دي حاجة تسعدنا النادي الاهلي وعد وعد مش بس كرة القدم وعد انها يروح لكل محبين ويفتح اكاديميات في كل مكان النهاردة اكاديمية الكاراتين في السويس لراحة الحشاق ومحبي النادي اعلم النادي الاهلي انه هو منور هناك فالحقيقة دي اكيد هتبقى دافع لكل الشباب وكل الاطفال في هذه المحافظة يعني العزيزة على قلوبنا كلنا انه دي اداروا يمارسوا الرياضة تحت مضلة النادي الاهلي مش لازم يقطعوا هذه المسافة عشان يجوا لنادي الاهلي النادي الاهلي اللي راح لهم بكفاءاته النادي الاهلي راح لهم بتنظيمه النادي النادي الاهلي راح لهم بنسره نسره اللي بيكون في اي مكان بيعلي فالنهاردة الخبر ده يساعدنا يعني بشكل كبير وما ننساش طبعا دور الدكتور مهند مجد يعود ومجل صدارة النادي الاهلي اللي هو كان بطل عالم كاراتيه فإذا بدي زخم كبير لهذا الموضوع اداريا ان شاء الله كل التوفيق للقائمين على هذا العمل